اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية في لندن يوم أمس مع معالي سيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور معالي اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية ومعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية والتنمية البريطاني بوزير الخارجية بمناسبة زيارته للمملكة المتحدة منويا بمستوى علاقات الصداقة الوطيدة التي جمعت بين البلدين الصديقين على مر التاريخ من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني عن تهنيه لوزير الخارجية والتنمية البريطاني بمناسبة توليه مهام هذا المنصب المهم وتمنيا له التوفيق والسداد كما شدد الوزير بتنامي العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر تمثل في الارتقاء بالتعاون المشترك مؤخرا إلى مستوى الحوار الاستراتيجي وتم خلال الاجتماع استعراض المسار المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري المشترك وتنفيذ المشاريع الحيوية المشتركة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأكد الجانبان على ضرورة استمرار الجهود المشتركة لتكريس التعاون المشترك والتنسيق والتشاور السياسي الثنائي تجاه مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وتأثيرات الحرب الدائرة على سكان المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي والجهود الإقليمية والدولية الهدفة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إهالي الأهالي القطاع التزاما بالقانون الدولي الإنساني وتكثيف الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر